حلم تحول بعد إصرار صاحبه إلى حقيقة العراقي عبداللطيف آل محمد العيسى قام بتحويل منزله في شارع النجارينة بمدينة السماوة في محافظة المثنة إلى متحف تراثي وشاهد على المدينة بحضارتها وتأريخها فكرة تأهيل البيت ويعاد تأهيل الحياة بعد أن انترك في الثمانينات كان هاجس كبير عندي أن أقوم بهذه المهمة العيسى أكد أنه رفض بيع المنزل أو هدمه لما يحمله في طياته من ذكريات ثلاثة أجيال من عائلته الكبيرة المنزل بني بطريقة عكست التراث العراقي الشهير بشرفاته الخشبية والشناشيل البغدادية المميزة وهو إرث تأريخي عريق يجسد حقبة زمنية بجميع تفصيلاتها تمثل البيوتات القديمة لحظة من لحظات التاريخ التي تتحدث عن زمنها وأنساقها الثقافية فهذه البيوت هي ليست أحجار وهذا الخشب وليست أبواب فقط بل إنها مواد متحدثة وناطقة عن تاريخها وتظمر في تفصيلاتها قصصا وحكايات المنزل ضم مقتنيات وآثارا قديمة تجسدت بها الحقبة الزمنية التي تعود إليها ما جعله ملتقا ومقصدا للكثيرين لم يكن أحد يدخل للبيت غير أهله الغريب لا يدخل فلما يجوا وشافوا الصورة هذه الرائعة يعني البعض أحس به يريد يقول شيء لكن ما يقدر يوصل إلى تعبير يعبر عن شعوره المنزل أصبح قبلة للزوار وملتقن المثقفين من أبناء المدينة ويجتذب الزائرين من مختلف المحافظات العراقية فضلا عن إقامة الأمسيات الأدبية والشارية